موسيقى يبدو أن روسيا بدأت باستخدام سياسة الأرض المحروقة عقب استهدافها مدينة دينيبرو التي تعتبر ملاذاً وبمثابة ملجأ للمدنيين الفارين من القصف الروسي لمدن أوكرانية أخرى هجوم وصف بالأسوأ منذ شن روسيا حربها قبل نحو عام على البلاد استهدف تجمعاً سكنياً وتسبب بمقتل وإصابة نحو مئة شخص بينهم 13 طفلاً بحسب كييف التي أضافت أن الهجوم تسبب بتدمير وتضرر نحو 300 شقة سكنية الصاروخ الذي ضرب المبنى من طراز كي إتش 22 غير الدقيق وهو ما اعتبره خبراء عسكريون أن روسيا تلجأ للقصف العشوائي دون تفريقها بين أهداف عسكرية أو مدنية سياسة تأتي بعد أيام قليلة من تعيين الرئيس الروسي رئيس هيئة الأركان العامة فاليري جراسيموف مشرفاً جديداً على حربه ضد أوكرانيا ويرى مراقبون أن روسيا لا تستخدم هذه السياسة إلا عندما تريد حسم حربها بسرعة كبيرة أو عندما تكون قد وصلت لمرحلة من اليأس والشعور بالهزيمة وعدم تحقيق أهدافها إذ مرت عدة أشهر على حربها وكانت تؤكد أنها ستحصد النتائج خلال أيام قليلة وفي الجهة المقابلة تبدي الدول الغربية إصراراً على استمرار دعمها لكييف حتى النهاية على كافة الأصعدة كان آخرها تأكيد بريطانيا أنها سترسل لأوكرانيا دبابة قتالية من طراز تشالينجر كما تعهد حلف الناتو بنقل مزيد من الأسلحة الثقيلة هي حرب لن يسمح لروسيا بأن تفوز بها بينما يؤكد مراقبون أن بوتين يرى الانسحاب من هذه الحرب أثقل عليه من الاستمرار بها إلى ما لا نهاية وفي هذا الخصوص قالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية روزماري دي كارلو إنه ليس هناك ما يشير إلى نهاية القتال في أوكرانيا